في كثير ناس بعلقوا لما أنا أنصحهم في أي شغلة خصوصا في شغلهم بقول لك يعني أنت النبي القديس الولي بدأولي إلا اللي ما بتغلط الجواب أكيد لا لكن بدي أقول لك شغلة أنا عندي قاعدة في حياتي تغلط أو ما تغلط هذا مش مهم لكن إنه تغلط وتقول عن الغلط صح هاي المصيبة أنا ممكن أشتغل يوم بضمير ويوم بدون ضمير بس اليوم اللي بشتغل فيه غلط بكون عارف أني غلطان وبتمنى أني ما أعيدها وبتمنى ربنا يسامحني رقم اثنين أنا عارف أنه أنا مش أحسن إنسان في الدنيا ولا أكثر ممرض بيشتغل بضمير بالكون لكن لو كان الإنسان اللي بده يعطيك نصيحة لازم يكون أحسن إنسان بالدنيا معناته ما أحد رح يعطي أحدها نصيحة أنت لو بدك تجيس على الدين مثلا لو كان الإنسان اللي بده يعطيك نصيحة بالدين لازم يكون خالي من الأخطاء فلا أحد يستطيع إعطاء النصيحة إلا محمد عليه الصلاة والسلام كلنا خطائين وخير الخطائين التوابين فلما أقول لك أنت نسيت تعطي الدولة مريضك لا تقول لي سيدك وحدا جاري ورق لا قوم أعطيه حتى لو أنا بحياتي ما أعطيت إبري هذا مش شغلك مدام أنا بحكي صح فالمفروض ترد علي لإني أنا بحكي صح مش لإنه أنا محمد ناصر وهذا المبدأ موجود عندي لو إجا واحد بقعرفش ربنا وقال لي أنت عملت كذا غلط أنا بهمني شو حكى وحكى أني غلطت وإن عن جد غلطت بقول له حقك عراسي وما رح أعيدها سأعمله من زمان لأنه في كثير ناس ما بتتقبل منك النصيحة بحجة بتلاقيه الثاني ما بعمل هذا الحكل اللي بدأينا إله